بعد ما شفنا مع حضراتكم الأخبار اللي حصلت إمباريح خلينا نتابع الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله منها لقاء الدكتور محمد بختار جمعة وزير الأوقاف مع قيادات الدعوة في محافظة الجيزة وبدء صرف معاش يوليو من مكينات الصرف الآلي أيضا بدء تلقي طلبات التحويل بين المدارس إلكترونيا بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف هيلتقي بقيادات الدعوة بالجيزة بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وهيفتتح مسجد عصام الدين جامع بغرب صامت في 6 أكتوبر النهاردة وزارة الأوقاف حددت موضوع خطبة الجمعة بعنوان أعمال وفضائل العشر الأول منذ الحجة وأكدت الوزارة على جميع الأئمة لالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير وتكون مدة الخطبة في حدود 10 دقائق كمان النهاردة هيتم صرف معاشات يوليو من مكينات الصرف الآلي وهيستمر صرف معاشات يونيو من بنك ناصر للناس اللي تخلفوا عن الصرف في المواعيد المقررة برضو النهاردة هتبدأ مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التحويلات بين المدارس الحكومية والخاصة والتجربية بجميع مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والسنوي وهيستمر فتح باب التحويل حتى 15 أغسطس اللي جاي ومش هيتم النظر لأي طلبات تحويل بعد الموعدة النهاردة هيعقد النادي الأهلي مؤتمر صحفي الساعة 2 الظهر لتقديم الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي ريكاردو سوارش لوسائل الإعلام وده بعد التعاقد معه لمدة عامين وما تبقى من مباريات في الموسم الحالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة